أهلا وسهلا كل باسم معني تعبير عن التعصب الفكري أو موضوع عن التعصب الفكري أو في كلمة تصلح في الإزاءة المدرسية عن التعصب الفكري التعصب الفكري هو تمسك الفرض بأفكاره ورائه دون اعتراف بوجود أفكار أخرى قد تكون صائبة أو دون السماح للآخرين بمناقشتها فيها ومن أخطر الأمراض وهو من أخطر الأمراض التي تصيب المجتمعات فهو يقود إلى الإنغلاق على الآراء ورفض الحوار ونبذ الآخر المختلف ولعل من أسباب التعصب الفكري ضعف الإيمان والجهل فمن يجهل الحقائق لا يستطيع أن يميز بين الصواب والخطأ فيتمسك بأفكاره دون تمحيص كذلك هناك من يرى أنه أفضل من الآخرين لا يقبل آراءهم ولا يحترم عقولهم هناك من يخاف من تغيير أفكاره لأن ذلك قد يهدد منظومة معتقداته يؤد التعصب الفكري إلى الشقاق والخلافات والنزاعات والانقسام والعنف كما يمنع التعصب الفكري التطور والارتقاء لأنه يمنع تبادل الأفكار والخبرات وضياع الفرص ولذا يجب أن نربي أبنى أنا على احترام الرأي الآخر وقبول الاختلاف والحوار البناء ونشر الوعي بين الناس بخطورة التعصب الفكري وأهمية التسامح والقبول وإتاحة الفرصة للحوار والمناقشة ومكافحة الجهل التعصب الفكري مرض خطير يجب أن نعالجه ونعمل على القضاء عليه فلنكن جميعا متسامحين متسامحين ونفتح قلوبنا للحوار لكي نعيش في مجتمع آمن ومستقر ومتطور تعبير عن أو موضوع عن التعصب الفكري مقدمة في خاتمة وأيضا تكلمنا عن تعريفنا التعصب الفكري أسباب التعصب الفكري أضراره حلول لحل هذه المشكلة أو هذه الظاهرة شكرا جزيلا وإلى اللقاء